انا مفروض طالع قدي طاق دلوقتي عن حاجة بس انا مش حرفت بها لانا لسه ملقيتش جابه السؤال اللي احنا مفروض جايين نسأله حد عارف هو هنا ليه؟ حد عارف هو عايش ليه؟ حدش عارف حاجة؟ طب غاية امتى حنفضل نهرم من السؤال ده؟ حياتي زي حيات اي طالب عادي في سني بصحى اروح المدرسة عادي ودين اروح اذاكر برضو عادي بس كان عندي مشكلة وعمري ببطالت اسأل ليه؟ ليه بيرروح مدرسة اصلا؟ ليه السملون هازرق؟ بس كان دايما فيه ليه كبيرة؟ ليه احنا موجودين؟ ليه انا موجود؟ عادي افكر قول طب احنا اكيد موجودين عشان سواب عشان نعمل اختلاف في الدنيا عشان بعد ما نموت الناس افتكر حاجة احنا عملتها طب احنا ازاي هنعمل اختلاف واحنا بنعمل كل حاجة عادي ولازم نمشي على النفس اللي قبلنا ماشى عليه وميه لحط الحاجات دي اصلا؟ يعني ليه لازم يا طب يا هندسة واي حاجة تانية بيعتبروك مش شاطر؟ مش ممكن تعمل حاجة تانية مختلفة وتبقى احسن؟ ازاي هنعمل اختلاف واحنا لما بحد بيقولنا على حاجة مستحيلة وبنحاولش؟ مش ممكن تعرف تعمل حاجة محدش عارف يعملها قبلك؟ ازاي هنعمل اختلاف واحنا بنعمل كل حاجة عادي اللي بيجو ورانا بيعمله كل حاجة برضو عادي دراجة اللي محدش بقى اعارف هو مين؟ ولا يختلف عن الجنبه في ايه؟ قررت؟ قررتك جنن؟ قررت انا يمشي حمشي في طريق حد ما اشاف فيه قبلي؟ قررت اني هعمل اختلاف انا بحب الساينس بلقت اشتغل واعمل مشاريع وعملت عربية وبتمشي بالمية ومحدش طبعا مصدق الموضوع ده اصلا؟ وبعدين قررت اني هنزل بيه مشابقة في مكتب اسكندرية طبعا نازل انا كسبان اصلا العامل عربية بتمشي بالمية ومشاريعا جال يوم اللي كله مستنيه يشوفه مين اللي كسب كله قاعد متحمس الجواز بدأت تتوزع كله قاعد نفسه يسمع اسمه وبعدين فجأة لقيت يوسف زودي فقلت ايوة انا انا قدلين اللي ايد بتمدى علي من ورا تقول لي متزاعدش مرة جاية ان شاء الله حسيتنا كله عملته ده راح عفوادي حسيتنا كله طار في الهواب ثانية دي ده صحابي جوم وحقولي نفس الكسة اللي كلنا نسمعها في الموقف كسة الراجل اللي سافر بمركب بيدور علي كنز بعد ما يوصل يلاقي صندوق فاضي فعلا؟ انا عملت كل ده على صندوق فاضي هلين فكرت في الكسة قلت اما الكسة اصلا غلط الصندوق ما كانش فاضي الصندوق كان جواه كان خريطة خريطة الكنز تاني الراجل لما فكر عارف انه من رحلته دي تلاقي بحاجات كتير زين عنده صحاب سعدو النهاية كانت مجرد بداية وانه دايما فيه نهاية كويسة في الاخر هم حاجة عارف ان كل حاجة بتحصل لسبب مش دايما بنعرفه بس دايما فيه سبب مش يمكن الراجل ده لو كان لقى الكنز فعلا مع انه كان كنزه صغير كان بطل يدور مع انه كان لسه حيلاقي كنزه اكبر في الاخر فكر ثانية عمرك سمعته عن كسة حد نجح من غير ما يفشل قبلها؟ كله عارف هاري بوتر بس اللي مش كله يعرفه ان جاي كي رولنج اللي كتبت هاري بوتر فضلت سنين بتحاول تنزل الكتاب محدش راضي بتخيلين ان هي لو مكنتش تكمل التحاول مكناش هنبقى عارفين ايه هاري بوتر او ده اصلا هحكيلكم قصة ولد صغير ولد ده اتولد في عائلة عبية خالص بس كان عنده مشاكل من هو صغير بدأ يتكلم متأخر فاهله قالوا ان هو حيفضل طول عمره متأخر عن ناس كلها كبير الولد ودخل المدرسة سقط في كل المواد جا السنة اللي وراه نجح بالعافية في المواد لدرجة المدرسين قالوا عليه واحد فاشل وعمره ما هيوصل لحاجة كبير الولد بقى واحد من اهم الناس اللي عالم عرفه واحد سبب اكتر من نص الحاجات اللي في حياتنا الولد ده ايه بقى ألبرد أينشتاين Plaza anni قومت بتاخذ جينا siendo ألبرد أينشتاين لو كان بطل يحاول لا يصل gonna and then ق 좋み اللي لو كان لها مالذانidi كيف فت الولد سيصل bastذ little ما يقف الأخر؟ فكر، ما حدش فينا جاه صدفة، وقال لك مالة عدد، كل واحد جال سبب تخالي لو جيت ومت، ومعملتش أصلا لحاجة اللي أنت جيت عشانه وانت جيت ليه أصلا؟ نحن على نفسيا كل حاجة في حياتنا نازل مع من، لابس ما، رايح فين، باكل ما، مين دا؟ بصوا لابس ما، عامنين، اللي حاجة واحدة أنا جيت ليه؟ هتفكر لو جاء ليه، ويلدقي السبب اللي هو جاه عشانه واللي هو فعلا هعمله نبدأ نوفرثنك في ايه اكثر طريقة ان انا احجة ان انا مش حارف اعمل اه اصلي تعبان النهاردة اه اصلي مش قادر اصلي مش حينفع معايا هوريكو حاجة شايفين ده ده كان مونتن كلايمر حصل له مشكلة في رجله اخب ده ان هو سبب ان هو يبطل يحاول مع انه ده اسهل سبب الله انا مش حاول عندي مشكلة في رجله حل كلايمر مونتن ما خدش ده سبب وكمل او ده ده عنده موهبة ده رسام بس ما عندهش قدين اعتبر انت كده انا معنديش قدين تبعان حاسم ليه يعني ده اسهل حجة ان انا مرسامش اصلا ده اخد ما خدش ده ان هو يبقى حجة ان هو يكمل اعتبر ده ان هو عنده موهبة وكمل وحاول الناس دي بليف ده انه one can make a difference فحاولوا هكري بكوسة تانية كان ولد ماشي عالبحر فكان فيه ستار فش كتير مرميين المجرى ميهم فالولد كان كل شوية يوطي يشيل ستار فش يرميها جوه البحر يوطي يشيلها يرميها في البحر جا راجل كبير قال له ايه اللي انت بتعمله ده قال له الموج عالي وستار فش مرميين برا لو محدش رميهم حيموتوا راجل قال له بس له كده وبعدين بس حوليه على البحر قال له شايف فيه كم ستار فش مرميه على البحر تفاكر انت كده هتعمل حاجة اصلا راح الولد وطب اخد ستار فش تانية ورميها بعيد بس الراجل ودحك له قال له I made a difference to this one الناس دي لما صدقت ان one can make a difference وصلوا لحاجة الولد ما سمعش كلام الراجل اللي احبطه لان هو عامل حسابه وانا لازم حيطلع حد يحبطك اما الكتر ما شفت ناس في حياتي بتقول ايه اللي انت بتعمله ده انت فاكر انك هتوصل لحاجة بقيت ان اخاف لما ملاقيش حد بيقولي انت بتعمله ده ايه لان احس ان انا بعمل حاجة عدية انا لما ابلايت في TEDx اشتغلت وعملت بعدين لقيت الناس كلما بسوطة وبتقولي كويس فاستغربت طب ايه ده فين اللي حيطلع يوطرني ولازم حد يطلع يقولي اللي انت بتعمله ده وبعدين قبلها بيومين بالزبط واحد جاء ليه انت فاكر الناس دي جاي تفرج عليك انت فاكر الناس دي جاي تسمع فعلا انت بتقولي ايه ده جايين كده بس عشان ما ورهمش حاجة يعملوا وقرروا يجي احضروا ايه بنت بس ساعتها عرفت ان كل حاجة بتحصل عشان حاجة معينة فاكروا كان عندي واحد صاحب يقولي انت عشان تنجح قدامك حاجتين تلاقي المشكلة وتلاقي حلها اقصر طريقة انك تلاقي المشكلة بسيطة جدا انت روح لواحد هيحبتك روح قلت الوقتي انا نزيت فتادكس واشتغلت وعملت عربية بتمشي بالماء مش عارف ايه ايه منبسسلك عربية بتمشي بالماء اولا المشاكل الحاجة دي كذا هو كذا وكذا تقوله شكرا وتاخد المشاكل دي وتمشي انت قدامك ايه تلاقي المشاكل وتحله هو اصر عليك نص الطريق ولاقلك المشاكل روح لها موضوع سهل جدا فكر في الموضوع هتشألنها سهلة ولا هتجي من اول مرة انت هتمشي في طريق كل مطباط لغاية ما توصل الى اللي انت عايزه لو وصلت في الاخر انت مش هتوصل من اول مرة فعمل حسابك انك كل مرة فشلت فيها اتخدت خطوة للنجاح Life is a climb شابه السلم بالزبط انت هتفضل تطلع 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 بس اهم حاجة تاخد لحظة وتوقف تفكر انا فين؟ عديت ايه؟ ولسه فاضل لي ايه؟ موضوع بسيط وفي ثلاث كلمات ثلاث حاجات بالزبط هتعملوها تعرف انت عايز ايه؟ الحاجة اللي انت عايزها مش لحد اقلك عليها يعني مين وهو صغير تسأل يا حبيبي شاطر لما تكبر هتدخل ايه؟ تبقى الهندس عايز تبقى دكتور ولا مهندس؟ مش معنى السؤال كده ليه ما يبقاش فيه حاجات تانية وما دول بس الحاجات اللي موجودة؟ فانت تعرف انت عايز ايه؟ تحطي نفسك عالطريق اللي انت حتنقية عشان توصل لحاجة اللي انت عايزها ما تبطلش تحاول مش يبكى النافس الثانية اللي كنت حتبطل تحاول فيها كده هتبقى نفس الثانية اللي انت نجحت فيها عملت التلاث حاجات دي استنى حاجة واحدة لحاجات توقيت شكرا 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 اشترا 武астиي أم graduates شكرا اشترا